نخش في الموضوع على طول نخش في الموضوع وخلص شكلها بقت قادة ولازم نؤمن بها كلنا برشلونة الفريق الوحيد في العالم اللي لا بيزبع من التهديث ولا من المتعة ولا من النتائج وداير يلطش في كل الفرق يرزع دوت خمس تقلام على وشه وأحدهم يرزعوا أربعة وهنزف لك لحد دلوقتي مش قادر يفصنع إنه يقدر ياخد الثلاث نقاط من أي مباراة بألم واحد فقط واحد يقول لي صلى عن نبي عم علي وفايب ان يور ايز أخاف عليك لا تحسد الفريق أقول لك مش شغال يا صاحب لا شغال ناء ولا حسد ولا أر ولا حولة ولا كواتة إلا بالله ده النهاردة لبرطة قبل المباراة جاب هنزف لك وقال له تعالى إحنا للينا يا سيدي طار مع النجم الأحمر ولا معانا تاريخ معهم وبنلعب في أرضهم في سربيا فيواش يواش وبراها على الفريق ده سمعتنا بقت في الحديد في أوروبا مش كل المباراة ننزل ننكد على الفريق بخمسة ولا أربعة ولا أي حاجة فهنزف لك قال له أنا عندي قال له عندك إيه قال له سنة 1950 لبرطة قال له ده أبويا ما كانش لسه يتقدم لهم إيه اللي حصل سنة 1950 قال له برشلونة احتفظت برقم قياسي أني في أول 16 مباراة ليهم سجلوا 54 هدف فأنا في أول 15 مباراة ليهم مسجل 50 هدف فلازم أكثر الرقم القياسي النهاردة الحاجة الثانية لازم أطلع بالترتيب بتاع برشلونة لازم أبقى في الصفوة من أفضل ثمن فرق في جدول دوري الأبطال الحاجة الثالثة يرضيك أن تشافي لأدنية 34 مباراة مع برشلونة فاز في أربع مباريات بنتيجة خماسية زي وزي أو أنا النهاردة عايز أحتفظ بالرقم ده الوحدي في 16 مباراة فقط فالنهاردة تتفرج على شكل برشلونة نفس السينايو أنا هبدأ المباراة وهلعب بدفاع متقدم ولكن خليني أفكرك يا عزيزي وأنا بكلمك بصوت الواطي عشان عندي ضيف جزائري نايم هنا نايم هنا وأنا مش عايز أزعجه لأي حاجة ما تنساش إن لو وطلتك هذه الخماسية اللي كالعادة يا سيدي تعمل لنا لايك من هنا وتقول يا ربنا يصبرك من هنا تشترك في قناتنا على اليوتيوب وتتابع صفحتنا الجديدة على الفيسبوك وكنا بنتكلم في نفس السيناريو إن النهاردة في لك بيلعب بدفاع متقدم بيلعب بالدفاع المتقدم فيعيني تلاقي الفريق بتاع النجم الأحمر بيسجل تقريبا هدف في D4 قصما بالله العظيم عما لا أقول اللاعد ما تطورش ما تفرحش ما تجريش ما تروحش في أي حاجة لأنك هتلاقي واحد طالع لك بعصايا زي الخزوك كده هوت وبيقولك أنا الكابوس رجع يا حبيبي القورة للاتنين عملين يتحكوا عليك مارتينيز واكو بارس وروح للفريق بتاعك خليهم يوسيك ويمسحوا دموعك في الوقت للفريق لسه بيواسي اللاعب برشلونة يعيني أن مسجل الهدف الأولاني بتاع مارتينيز وقلت بس خلاص بق برشلونة شكله هينصوا بالسير فتلاقي النهاردة مارتين اللي هو الدفاع الظهير الأيصر بتاع برشلونة اللي تقريبا مسأله الأعلى الوادي اللي اسمه مندي تقريبا هو ده مسألك الأعلى فأنت تاخد مندي وتاخدت شاوميني وتاخده سواب الجماعة وتروح تلعبه أي حاجة غير كرة القدم غطيك يا حبيبي كرة القدم والله العظيم فتلاقي مارتين النهاردة بيغطي الدفاع مصيادة التسلل تلاقي مارتين النهاردة بيجري في سبيل الله مش عارف الود ده رايح فين بيفكرني بفران جرسية ساعات تلاقي مارتين بيلعب كرات خاطئة تلاقي تمركز مارتين غلط وكأن وجوده غلط واكيد الود ده جماعة مش لماسيا قصي لماسيا دي الأكاديمية بتاعت لماسيا بينقوها على الفرازة كده طول معين باصة معينة شكل معين نظام غذائي معين تبص في وش الود ده تحس انه هو كمية تخلف وغباء في وشه لا يفقع حاجة عن كرة القدم وتحس انه منتحل صفة لاعب كرة قدم تقريبا فبيدخلوا النهاردة النجم الأحمر الهدف الأولاني بمساعدة مارتين وبطء شديد جدا من فرانك ديونج وكأن فرانك ديونج بيقولك لماذا نحن هنا أنا حاسس ان أنا بلعب في مركز مش في مركزي ولا اي حاجة معين أنا أساسي وبادئ بإشارة الكابتن وده ما يمنعش ان فرانك ديونج في الشغط الثاني عمل مباراك ويسا وتحرك نوعا ما ولكن في الشغط الأولاني تحس ان التغطية الدفاعية بتاعة فرانك ديونج بطيئة نوعا ما وما عجبنيش في لقطة بالمناسبة في الشغط الأولاني لما الواد تخانق مع لامين يامال رافينيا جيري بسرعة على الواد وهبالك وحاول انه يفادي لامين يامال من خناعة وفرانك ديونج تقريبا ما تحركش الحاجات دي لازم يعملها يا حبيبي كابتن الفريق فبعدها تلاقي رافينيا بيشوت تسديدة في العرضة فليباندوسكي بيسجل الهدف التاني ليه وكالعادة برشلونة كان بيلعب ازاي يا عم علي برشلونة كان بيضغط من الأجنحة عندك لامين يامال وعندك رافينيا بيضغطوا على الاتنين قلوب الدفاع وكالعادة تلاقي الأصغيرة وعبالك لها كامل الحريات بتاعة النجم الأحمر ولكن كان بيقابلها مين كان بيقابلها كوندي والطبيعي انه يقابلها مارتين واثنين متمركزين في نص الملعب ويسيبوا بدري لاعب حري نوعا ما تتفرج النهاردة على كساده في نص الملعب الوادي لآخر ثانية الوادي اللي اسمه لآخر ثانية لاعب فيها في الملعب كان بدافع ويجري عجبني جدا الأداء الدفاعي اللي عمله رافينيا عجبني هاتريك أسيست اللي عمله كوندي مش طبيعي يا جماعة وتحس ان التلات كور داخلين بنفس السيستم ونفس النظام وده يزبتلك ان برشلونة متضرب تكتيكيا في كل التفاصيل مين كان يصدق ان من شهر سبعة اللي فات شهر سبعة قبل ما السيزون يبدأ كل الناس كان بتقولك ان برشلونة يعيني اللي عارفة تتعاقد مع حد بالعكس ده صربت جندوجان والواد كانسيلو وجواه وفليكس وجابت قلمه وشكل برشلونة هيخرج بموسم صفري وفي ناس صلعت وقالت ان برشلونة مش هيتنش الليجة الأسبانية من ضمن الطوب فور انا لا هجبلك فيديوهاتهم ولا اي حاج ولكن الكل توقع سوء اداء من برشلونة بسبب المركات الضعيف اللي عمل ولكن النهاردة برشلونة هنزفلك يا جماعة مش بالدراع هي لا بالدراع ولا بالعافية ولا باي حاج الراجل فكره تكتيكي بحت الراجل صارم جدا الراجل خارج من المباراة اللي فاتت في الليجة الأسبانية كاسبان ثلاثة وقال اللعيبة اللي حصل في الشوت التانى ده انسوه مش هيحصل تاني واي حد هيتأخر دقيقة واحدة عن التدريب انا غرامه الف يور فالنهاردة هنزفلك بعد المباراة ما تخلص صدقني هيعاقب اللعيبة ازاي الهدف الاولاني دخل فيه برشلونة ازاي اللاعب ده قصر مسيادة التسلل مع ان اللي يشيل الغلطة المفروض مرت ولكن فيه لاعبهو اخيرا الحمد لله قدر انه يكسر مسيادة التسلل مع برشلونة سمعني يا عم فين يا مبابي سمعني يا مبابي في واحد لاعب قدر انه يكسر مسيادة التسلل مع برشلونة واخبالك يا عم فينيشي برشلونة قدر انه وعع اخصامه في مسيادة التسلل في 16 مباراة 108 مرة يا عزيزك في لك شغال في عملية الأفجريد بأسرع من نت اللي عنده في مصر اجسم بالله العظيم يعني ده من الشكل رافينيا خالص رافينيا بقى لازم بسم الله ما شاء الله يسجل ويساهم في كل المباراة والحس التهديفة عند ليفندوسكي ايه لي قوي في لك خده كده قاله بقولك ايه انت عاجبك حالك كده وانت هداف الليجة الأسبانية انا عايزة كمان تنافس على هداف دور الابطار هاريكين مسجل خمس اهداف وعنده مباراة النهاردة وممكن انه يسجل ولكن هاريكين صنع فانت لازم تسجلك على الاقل هدفين النهارد فليفندوسكي بيسجل هدفينه وبالصلاع النبي بيضيع تلات اقصاده بيضيع تلات اقصاده فيرما اللوبيز اللاعب ده انا بحس اكسن بالله العظيم ان كل ما ينزل يشارك في برشلونة يعم يسجل يعم الواد ده يصنع لازم يسجله هدف على الاقل في اي 180 ديئة يلعبهم احصائية بتقول كده ان في كل 180 ديئة يلعبها الواد الاسمه فيرما اللوبيز لازم يسجل هدف على الاقل فالنهارده برشلونة بينهي ترتيب الدوري ابطال اوروبا المركز السادس وبرشلونة عنده المباراة المقبلة امام ريال سيسودات في الليجة الاسبانية والمتعة لسه شغالة عند برشلونة لا بيشبع زي ما قلت لك لا من التهديف ولا من المتعة ولا من الارقام القياسية ولكن ده مش في دماغ هنزف لك هنزف لك راجل ملتزم جدا ومنضبط جدا ومنبه على اللعيبة عدم التراخي ما يمفعش يا حبيبي انك تتراخي ولا اي حاج سجلت هدف تجيب التاني تجيب التالب تجيب الرابع مفيش مشكلة انا معاك لحد ما تزهاش ولكن اغرب حاجة شفتها النهارده المباراة بتاعت باريس سان جرمان وقتلت كومدريل في حضيقة الامراء عم لويس انريك فعلا هو صدق لما قال ان انا اصعب واحد في كل 36 فريق انا اصعب مجموعة واصعب فرق انا بقابله فالنهارده لويس انريك بيخسر من اتلتكو مدريد في حضيقة الامراء اتنين واحد والهدف جي في السنوان الاخير قبل ما يصفر الحاكم ولكن شفت يا انشلوتي قبل ما اختم شفت يا انشلوتي ان المدرب بيفرق ازاي مع الفريق شفت يا جماعة ان الواحد لما يقول ان المدرب يتحمل جزء كبير مع الفريق خصوصا لو فريق ازا تجودة عالية النهارده الراجل بيلعب بشوية اطفال من لماسيا وبيلعب مع لعيبة خدوا هجوم كبير جدا السنة اللي فاتت رافينيا المنتهي وليفاندوسكي العجوز وعبالك وفرانك ديونج الدلوعة وبدري اللاعب الزجاجي وعبالك تتفرج النهارده تلاقي بدري مايس ترك العادة في نص الملعب تلاقي كسادو الاخر ثانية الوابي حاول يجاهد وعبالك قلمه كمان نزل النهارده وكان ممكن انه يسجل فيرما اللوبس زي ما انا قلتلك سجل هدفه في كل مباراة ينزل لازم انه يصنع خطورة التحس التهديفي عن رافينيا برغم ان رافينيا مش مهاجم ولا اي حاجة لمين يامال النهارده كان بيحاول يستعرض نوعا ما ولكن لمين يامال يظل ورده واحد من افضل اللعيبة اللي موجودين في برشلونة ومن افضل اللعيبة الشباب في العالم